يمكن انتعرف مكاتب المراهنات هناك مكاتب رسمية ويمكن النهاردة موقع تويتر الموقع الرسمي لتويتر للاتحاد الانجليزي منزل يعني توقعات يمكن المكاتب هناك رشحت بشكل كبير 31% ان الشلسي هيفوز باللقب يمكن جي في المركز الثاني الستي بي يمكن 29% ليبربول 21% الماني يونايتد يمكن 19% وخرجت طبعا تويتن هام وخرجت الارسنل ب0% شايف التكاهنات دي ممكن تكون صحيحة هل يعني تشلسي هو دلوقتي المرشح الاقوى للحسول على البريميال ليج والسؤال الثاني سول شاير المدير الفني للماني يونايتد عليه علامة استفهام وبعض الصحف او بعض الرومورز كده بيقول ان زيدان بيسخن زين الدين زيدان بيسخن لتولي المسئولية في الماني يونايتد انت شايف ده ممكن وارد ان الماني يونايتد في الاسابيع اللي جاية يكون زين الدين زيدان هو على رأس القامة الفنية وشايف هل تشلسي هو الاقوى المرشح الاقوى دلوقتي اللي الفوز في البريميال ليج بدون شك تشلسي هو المرشح الاقوى فوجة نظر الشخصية بصراحة هو اقوى فريق في اوروبا كلها مع هكام الاحترامي الفريق باريس الجيرماني اللي ضم الكوكب النجوم اللي احنا عارفينه واي فريق تاني بصراحة هو الدور الانجليزي طبعا هو الاقوى وتشلسي هو الاقوى في الدور الانجليزي رغم التساوي تماما مع ليفربول في كل شيء زي ما قلنا لكن كافة تشلسي تعتبر في وجهة نظره اقوى شوية لانه فريق شرس يعني حتى في رغم النتاج هي نفس النتاج بتاع ليفربول بتجي تشوف مثلا ابقى نتكلم بعد شوية على مباراته مثلا مع توتون هام افترس توتون هام في 45 دي او في قل من 45 دي او يمكن في 40 دي او فريق متكامل وحتى نتكلم على الدكة قوية جدا ولا يرحم احد يعني دي جاكت 2-0 ويسجل هدف الثالث في البلاس 90 يعني بصراحة فريق متكامل انا طبعا مع مكاتب المراهنط ان هي ماشي مع الواقع لكن مش معا ان هو مستبعد ان هو جاي بالسيتي التاني ومستبعد ليفربول شوية اهو مش ميخليه في المركز التاني لا انا في وجهة نظره ان ليفربول هو المرشح معاه الاقوى للمنافسة على اللقب مش السيتي السيتي السنة دي يمكن جرليش بس اللي كان اللي جابه ويمكن كان عنده وعد الناس بصفقات زي زي رونالدو وخرج منه اجويره يعني في النهاية ما عملش ده حتى ما بقيتش مرشطه بالقوة الله اعلم طبعا اللي ممكن يحصل في الفترة رجال ما تكلم على الخامس جوليات اللي حصلوا رقم واحد شيلسي رقم اثنين ليفربول هم الاقوى قصة سولوسكار في اليونيتد يمكن كانت الديل ستار الصحافة الانجليزية الشهيرة كانت بعد هزيمة اليونيتد من يونج بويز في اول الجولة الاولى في دور الابطال حتى اخدت له عنوان ستيوبت بويز يعني انتو اولاد اغبياء وقالت ان هو حللت حاجة مهمة جدا قالت ان الفريق ما كانش محتاج رونالدو ورونالدو طبعا اضافة وبيسجل من ربع فرصة ويسجل مع الفريق انسجم سريع ويسجل اربع اهداف في ثلاث ماتشاط لكن يبقى للفريق اصلا ما كانش عنده مشكلة في الهجوم اساسا استني الفاتد حركة اتذكرنا هو كان تاني الدوري وكان تاني اقوى هجوم في البرمرليك فمش محتاج اصلا مشكلته مش في الهجوم كانت مشكلته في الوسط وده اللي يمكن عامله التزبزب رغم ان الفريق بتضم واحد زي بوك يعني بقية العنصر كويسة لكن في النهاية دي اللي يمكن المدخل شوية يمكن وجود رونالدو تحديدا غطى على بعض عيوب المدير الفني هل تبتكر وجود رونالدو مع بعض التكاهنات انه يمكن زين الدين زيدان في بعض الكلام انه يتولى هذه المسؤولية ممكن يكون لرونالدو كمان دور تعارفين طبعا النجوم الكبار في الليفل ايه بيكون لهم تأثير حتى على صناع القرار بقدوم مدير فني او اخر وارد جدا وكان معاه طبعا في السوليسية الشهيرة في ريال مدريد من كم سنة محقق زيدان طبعا تلت تلات دور ابطال وارا بعد ما حصلتش يعني ما حصلتش طبعا من زمان يعني كان في العصر الحديث ما حصلتش ومحدش يقدر يعملها طبعا في ظل القوة المنافسة القوية في اوروبا عمتا في دور الابطال فزين الدين زيدان قدر يعملها في ريال مدريد وكان معاه كريسان رونالدو في السوليسية ولما رحل زيدان ورحل رونالدو مع بعض بعد السلسية مباشرة ويمكن دي اللي وقعت ريال مدريد بعد كده المرة دي لو حصل هيبقى شيء قرع جدا وهيكون رونالدو رأي فيه رونالدو في الحتة دي زاكي شوية حتى لما نشوف التغيير بتاعه بيطلع بيرحب بالناس بيسلم على الناس ما عنده مشاكل يعني هو بيرعى كويس جدا لأنه عنده 36 سنة بعكس مثلا ميس في الحتة دي ما عمل مشكلة لما نجي لها طبعا نتكلم عليها مع المدير الفاني بوتشينيو في باريسان جنيه واضح التقاق له واضح أن رونالدو مع المان يونايتد داخل بسرعة الأجواء بالنسبة له طبعا ده حب الجماهير وعودته طبعا ده زكاء اللعب كمان لو يحسب ليه هو المنتقدين لليونايتد قالوا زي بتده الواحد 500 ألف سترين وبيخد ربما 80 ألف سترين تعديدا في الأسبوع اللي لعب عنده 36 سنة ده رقم كبير جدا بس مش كبير جدا على كريسان رونالدو هو على أسهم البورسة حتى الفريق يونايتد أول ما انضم على طول ارتفعت بالنسبة عالية جدا هو يعني مؤسسة انضمت هو أربعة احتيبر مؤسسة انضمت لفريق اليونايتد بيقاومي من نفسه وبيزيد من نفسه وبيزيد طبعا من اليونايتد ولو حصل زين الدين زيدان وجاء اليونايتد هيبقى بصراحة متكامل الفريق طيب تعالى